أسعد الله صباحكم بكل خير اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في باب جديد في مساق العمل الحر من كتاب المتنور في العمل الحر حنحكي فيه عن الباب الخامس التقدم للمشاريع والوظائف كنا سابقا شرحنا كيفية كتابة مقترحات مشاريع العمل الحر الآن بدنا نلم الموضوع ونفصل بعض النقاط الأخرى وعشان نكون في الصورة فعليا ماشينا على الأبواب وفعليا خلصنا الباب الأول كله بالكامل وخلصنا كذلك الباب الثاني كيف أبدأ رحلتي وخلصنا الباب المتعلق ببناء الملف الشخصي ومعرض الأعمال وكذلك نحن موجودين في هذا الباب التقدم للمشاريع والوظائف تمام؟ فحنحاول إن شاء الله نخلصه في المحامرة هذه أوكي طيب فعليا من الأهداف عنا في الفصل إنه نحن نتعرف على قليل التقديم للوظائف والتحضير الجيد لها هذا هدف كتير مهم عنا في هذا الفصل كذلك بده يكون في عنا مقدر على تحديد السعر ويعطى وقت مناسب للمشروع قبل التقدم فيه طبعا هذا الأشيء خلصنا كتابة عرض أو بروبوزل مناسب بشكل احترافي يعني أجملنا بشكل مناسب جدا كذلك هنحكي على الاختبارات الموجودة على منصات العمل الحر وإيش الإضافة اللي بتضيفها للبروفايل تبعي هنحكي كذلك عن أنواع العضويات نتعرف عليها أحد أهداف هذا الفصل وإيش الميزات لكل واحدة منها وهل أنا ممكن فعلا في المستقبل أنه لو أنا كنت بشتغل كعمل حر بشكل متفرغ أنه أفكر أنه يعني أخذ عضوية من هذه العضويات كذلك هنحكي على يعني هنعرج على نقطة بشكل سريع جدا لأنه حيتم شرح طرق استلام الأموال في فيديو منفصل أو فيه درس منفصل بس إحنا هنحكي على الطرق بشكل عام هنسلدها سرد وكذلك نقطة مهمة هي أنه نعرفت العملاء المخادعين والوظائف الوهمية والخادعة هذا الهدف كتير مهم عنا في الفصل نحن نتعرف عليه طيب خلينا نبدأ أول حاجة التحضير للتقدم بالعرض طبعا لما نأجي أنا أختار المشاريع أنه أنا بدي أقرأ الإعلان بشكل جيد تمام ويعني قبل التقدم بدي أعتبر أنه هذا عمل افتراضي بدي أقوم به بشكل طبيعي يعني من مهامي اليومية أنه أنا أستعرض المشاريع وأقرأ إعلانات الوظائف وما أتدمر من هاي الشغلة ولا أمل من هاي الشغلة خلاص هذا شغلي شغلي أنه يوميا أفتح المنصة وأطلع على الإعلانات الموجودة وأختار المناسب منها من نسبة لي تمام الخطوة الثانية أنه بدك تحدد إذا كان الإعلان هذا مناسب لمهراتك ولا لا طبعا المنصة ممكن أنها تساعدك يعني على سبيل المثال إذا كانت الوظيفة هذه فيها متطلبات معينة بحكي لك أنه آه هذه الشغلة موجودة عندك هذه الشغلة مش موجودة عندك زي هيك بالإضافة لأنه نص الإعلان نفسه المهارات المطلوبة هل هي موجودة عندك أنه أنت تقدر أنه أنت تتحدد ولا لأه وبدو يكون في عندك يعني تحط في عند العربار أنه أنت لما تختار أو تحدد أنه هذا الإعلان مناسب لإلك أو لا أنه قدرتك على إنجاز هذا العمل بشكل احترافي لأنه إذا ما قدرت أنه أنت تنجز العمل بشكل احترافي حتحصل على تقييم سلبي وهذا يعني شيء إليه عواقب سلبية فيما بعد حددت أنه الوظيفة هذه مناسبة بدي أنتقل للخطوة الثالثة أنه أنا بدي أحدد إذا كان الزبون مناسب ولا لا بدي أشوف إيش المعايير لاختيار الزبون ولا لا في عدة معايير مثلا بدنا نشوف أنه طريقة الدفع تبعته هل هي يعني معتمدة verified أو لا معدل التوظيف اللي موجود عنده كل هاي الأمور مننا نطلع عليها قبل ما نتقدم للوظيفة حندخل في التفاصيل هاي الشغلات واحدة للأختل والأخرى الآن بخصوص التقدم أو التحضير للتقدم بالعرض بدي أطلع على المعلومات التالية طبعا هذه المعلومات بشكل عام بغض النظر عن المنصة يعني بتنطبق على جميع المنصات والآن أنا حستعرض هاي المعلومات في منصات مختلفة بدي أتأكد أنه عنده طريقة الدفع مؤكدة أو verified بدي أشوف كذلك يعني بمعنى آخر أنه الزبون اللي مش معتمد طريقة الدفع بدي أتحاشى أنه أنا أقدم له على مشاريع لأنه حتحصل في مشاكل فيما بعد يعني الآن التقييمات السابقة بدي أطلع على التقييمات السابقة للفريلانسر الآخرين اللي يشتغلوا مع هذا الكلينت أو الزبون أشوف يعني هل كانوا مبسوطين بالشغل معه ولا لا بدي أشوف كذلك الدولة لأن الدولة أنه بتحدد عدد أشياء منها السعر يعني ممكن أنه كذلك الدولة ممكن نوعا ما تحدد نوعية الشغل المطلوب أو مستوى الشغل المطلوب إن صح التعبير يعني في بعض الأحيان مش في كل الأحيان كذلك بدي أطلع على شغلة مهمة اللي هي إحصائية التوظيف السابقة لأنه في بعض الزبائن ضلوا يطرح وظائف يطرح وظائف يطرح وظائف وما بوظف حدا أو يعني على سبيل المثال بتطرح عشرين وظيفة وفقط يعني يعني فعليا أنه بتكون ثلاثة منها يعني أو بوظف لثلاث وظائف فقط من عشرين فبالتالي هو طبعه بطرح وظائف كتير بدون ما إنه هو فعلا إنه يوظف فهذه شغلة كتير بدل ما إنه أنا يعني أعمل مجهود كبير في كتابة بروبوزل لشخص من هالنوع لا بركز على ناس إنه معدل التوظيف عندها عالي كذلك بدي أطلع على مقدار اللي أنفقه في المنصة كل مكان إنه هو يعني حدب برضو مؤشر كتير كويس إنه هو زمون عنده استعداد للدفع على مشاريع لفريلانسر فبالتالي هو متواجد من فترة وكذلك في عنده يعني دفع لمشاريع سابقة جبل هيك فبالتالي بدي أشوف معدل الإنفاق عنده في المنصة أو قمتيش مقدار المبالغ التي دفعها للمشاريع السابقة كذلك بدي أطلع على معدل سرعة الدفع عفوا معدل الدفع للساعة كديش إنه هو عادة بدفع أون آفرج للساعة برضو هذي كلام حنشوفه على المنصة كذلك بدي أشوف تاريخ التسجيل في المنصة هذي برضو نقطة بتساعدني كتير لما إنه أعرض له سعر يعني بدي أشتغل معه بالنظام الساعة بتساعدني في اختيار شغلة بتكون مناسبة لإله لوظائف مشابهة أكيد بطبيعة الحال يعني مش هتكون إنه هو طالب وظيفة مختلفة وبدي أخذ معدل الدفع للساعة لوظائف كانت محسوبة لنواع مختلفة أو نوع محدد أو مختلف من الوظائف طيب أوكي بدنا نتكن إنه طريقة الدفع يعني مؤكدة والتقييمات بدنا نحكي إنه من أربعة إلى خمسة أوكي الدولة هذي ما فيش فيها أي معيار محدد يعني ممكن يكون إنه في بعض الدول إنه بتكون فيها منافسة شديدة جدا جدا أو المشاريع اللي طالع من دول معينة بتكون فيها منافسة شديدة جدا جدا هذا حتى تتعلمه إنت لوحدك يعني لما تقدم على وظائف أكتر إحصائية التوظيف السابقة كل ما زاد هذه النسبة المئوية تمام كل ما كان أفضل وهذا المعندل ما أنفقه في المنصة كل ما زاد هذا المبلغ بيكون أفضل تمام وهنا أنا عندي معدل الدفع للساعة كل ما زاد هذا المبلغ لكل ساعة تمام بيكون أفضل كذلك طريق التسجيل للمنصة في المنصة إنه كل ما كان أقدم كل ما كان أفضل تبعت العمل الحر وأنا بحكي كذبون يعني أي مشروع بخطر في باله بروح بطرحه على المنصة وبدفع له كل الأمور تمام فبالتالي كل ما كان أقدم بيكون أفضل طيب نستعرض هاي الشغلات على بعض المنصات اللي موجودة عندي يعني على سبيل المثال منصة الأبورك يعني موضوع البيمنت هل هو verified أو لا يعني أنا ممكن أعرفها من الآن نقرياً عندي هذه الشارة بيمنت أن unverified فبالتالي مع أن البودجت أنه عنده هنا 3000 فالتالي يمكن أن أستعرض أن تاريخ التسجيل في المنصة إذا كان حديث ممكن أن هو يكون مبرر يعني هو من باكستان وموجود على المنصة من 2014 عفوا من 2017 مدام من 2017 والبايمنت unverified معنى ذلك أنه هو في العادة حيطرح المشروع هذا يعني في الغالب أن التوظيف تبعه مش هيوظف حداً يبدو ذلك لأنه لو هو عنده نية فعلاً أنه يدفع أو يوظف حداً في المشروع كان بأكد طريقة الدفع الموجودة عنده أو ربما ما عرف الش يعني ربما فعلياً أنه بتكون البطاقة تبعته expired أو شغلة زي هيك وارد هذا الكلام ولكن يعني مؤشر أنه من 2017 والبايمنت مش verified هذا مؤشر مش كويس يعني مع أنه الميزانية اللي طرحها للمشروع أنه كويسة كذلك أنا عندي الشارة هذه ورده هذا payment verified تمام وهذا أنفق أكثر من 300 دولار على المنصة تمام وهو موجود في الولايات المتحدة نشوف معلومات الثانية على المنصة عن هذا الزبون طبعا الريفيوز تابعته فيه 18 كلها خمسة تقديما واضح جدا أنه هذا زبون كثير كويس طرح 32 وظيفة ومعدل التوظيف عنده 50% معنى ذلك أنه من 32 وظيفة هدول فعليا أنه استأجر فريلانسر لحوالي 16 وظيفة فهذا مواشر كثير كويس ما تستغربوا من أنه الـ 50% في الزبائن عادة في عندهم عقلية أنه بيعمل للوظيفة فبالتالي أنه بيجد أنه لم يقدم عليها حدا فنروح بعمل وظيفة كمان مرة في بعض الكلاينس أنا وجدتهم زي هيك هذا ممكن أنه يفسر ليش المعدل أنه ما بيكون عالي كثير يعني فوق السبعين أو الثمانين في المية هاي الشغلات اللي ممكن أنه نحن نطلع عليه فبالتالي هذا متواجد على المنصة من زمان لكن معدل اللي أنفقوا حوالي 300 دولار في الغالب يعني يعني كلهم على بعضهم خلال الثلاث سنوات هدول أنه على 16 مشروع مبلغ قليل نوعا ما فبالتالي أنه مش كتير جداب هذا الكلاينت من هاي الناحية أنا بقصد من هاي الناحية لكن من ناحية النواحي الأخرى أنه هي أوكي كذلك ممكن نطلع يعني بما أنه برضو هنا فاتحين أنه خلينا نطلع على بعض الشغلات التانية هذه السكيلز اللي طلبها تمام في هنا يعني على سبيل المثال ممكن أنه أنا أشوف إذا كانت أنه الوظيفة مناسبة لإلي أو لا ممكن نشوفها في وظيفة تانية أوكي يعني خلينا نطلع على هذا برضو البيمنت فيريفايد هنا زيرو سبينت يبدو أنه هذا الفريلانسر أو هذا الكلاينت هو من تركيا و من 2017 فعليا طراح 18 وظيفة وهنا زيرو هاير يبدو لي يبدو لي أنه هذا الكلاينت أنه هي عبارة عن شركة وهي بتحاول أنه هي تبحث عن ثريلانسر على هذه المنصة وبتحاول أنه توظفهم خارج المنصة ربما طبعا هذا الكلام ليس سيبين غير لما نحكي معهم لأنه يبدو لذلك لأنه موجود من 2017 المعادل التوظيف هنا زيرو وطراح 18 وظيفة سابقا يبدو لذلك إذا كان هو فعلا عبارة عن شركة موجودة في تركيا طبعا هذا الكلام يبين هذه عبارة عندهم منصة للكومنيكيشن بلادفورم ف واضح جدا أنه هما شركة طلبين لعدة لغات سواء كان تكست أو فيسبوك أو واتساب بالإضافة إلى تكست أو فيسبوك ويكون شغال على الواتساب والفيسبوك ميسنجر ف يحاولون أنه يجدون AI وعشان أنه يطور لهم هذه التشات بوت في السيستم في يبدو أنه هو شركة و هنا أعتقد أنه عن الشركة هذه أو معلومات عن من أوكي هذه شركة تحاول تعمل إنتجريشن بين جوجل و مايكروسوفت و مايكروسوفت و هادي عدة خدمات على الكلاود فبالتالي تحاول أنها تربط من هذا الكلام كله فهي الطريقة كيف يشتغلوا فيها واضح جدا أنه هما شركة وهذه التشانل تابل واضح مافيش يعني ممكن أنه هنا بيحكي عن البلاتفورم سواء كانت رسائل صوتية أو رسائل نصية أو حتى ممكن بريد إلكتروني واتساب فيسبوك تويتر كل هاي المنصات أو قنوات إنه بده بدهم تشات وتلعيلها و هذا اللوغو على ما أعتقد الشركة ممكن من خلاله نومونديال نومونديال على ما أعتقد أنه أوكي محق أنه محق محق و سبق من المنصات محق تابع المنصات من من و موجودين في تركيا و ويب سايت ان افايلابل هذا مؤشر مش كويس او ما عندهم تواجد على الفيسبوك ولكن مش مفيش تواجد نورجدين في يوكي وتركيا فعليا الامر بتطلب بحث عن الشركة نفسها عشان انا احدد انه او والله هذي الشركة موجودة او لا مش معقول شركة انه خلص الحجز تباحها وانه انتمين تباحها مش انه هذي عبارة عن ويب سايت مش عارف الامر مريب شوية لانه بس يجيد انه احنا نشوف طريقة انه انت برضو تتبع الشركة وتشوف انه اوكي المؤشرات هذي مدام انه هون ازيرو هاير انه لا اضيع وقتي واقدم له ولا لا ممكن انا اتردد كتير يعني اوكي هنا مش طالب شغلات محددة انه تكون انا عندي صح ولا دخليني بس ادور على مشروع اخر ممكن يكون طالب شغلة معينة مش موجودة عندي برضو هذي المعلومات بتساعدني في اختيار انه اختيار هذا المشروع انه اه 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 انه هو وكتبوله او فريلانسرز كتبوله من خمسة لعشرة فبالتالي اللي مقدم له كتير عددا منه باب يكون في عندي فرصة كتير عالية هي فرصة اكيد بطبيعة الحال لكن مش كتير عالية وهنا قديش ماذا تواجد او lost viewed by client لهذه البروبوزر انه هو مش تاركه برضو هذا معشر لو هنا انه في هنا عندي interviewing one وهنا invitation one وهو فعليا لو استأجر واحد فبالتالي هنا بطلع لي حق الجديد انه هي hire بتساوي one او عدد الناس اللي استأجرهم او باتن يوجد جوجل كلاب طالب طبعا هذه البيدنج رينج أنا لا أماني أعرفها إلا إذا كان فيها معنى عضوية فعليا سيظهر علي علاقี้ عن سعر جدا وعلى عملية الأخرى أماني العضوية سأخبرت عن العضويات إذا كان لدي عضوية أدخير أفتح عن هذا المعلومات بتساعدني برضو في التحديد رينج. انا بحاول انه اوجد مشروع انه في متطلبات معينة مش موجودة عندي. لا. اوكي. يعني مثلا زي هذه انه هنا طالب كواليفيكيشن ضعينة انه يكون الجوب ساكسس ريت. على الاقل تسعين في المية وهذه انا موجودة عندي صح. معنى ذلك انه انا موجودة هذه المؤهلات عندي. وهنا تالنت تايب انه يكون وانا فعلا انه موجودة عندي. الان هنا بالنسبة للانجليش طالب انه يكون وهي محطوط عليها صح. فالان اذا في شغلة هو طالبها مش موجودة عندي. تمام? يعني على سبيل المثال انه طالب انه يكون في عندي مهارة معينة. لغة برمجة معينة او تحدث بلغة معينة. بالاضافة للانجليزي انه طبيعة المشروع انه انا بدي اشتغل على النصوص مثلا. بالعربي وبالتركي مثلا على سبيل المثال. اه فبالتالي انه لازم انه انا اعرف اللغتين فبالتالي انه ممكن احطها هنا من ضمن الكواليفيكيشن فبالتالي هنا بيجيب لي عليها اكس انه مش مش موجودة عندي هذه المؤهلات. فهاي اللي بدي اصله هنا. بدي اشوف انا ايش موجود عندي وايش مش موجود عندي باعرفها او باعرفهاش. هذا بالمناسبة. انه موجود في الولايات المتحدة. الهائر ريت عنده كثير كويس. اربعة وخمسين من ثلاثين جوب. وانفق اربعين الف. تمام. وفعليا هاي برضو هذه المعلومة اللي هو معدل الهائر ريتس. هاد الكلانت كثير كويس لانه معدل الساعات اللي دفعها للفريلانسرز يعني انه هو طبعا مشتغل في مجال الديتا ساينس. حوالي سبعة وعشرين دولار. في الساعة. فبالتالي هادا بيديني انطباع قديش انه ممكن اندي له. هنا. اوارس تو بيد تيرمند انه ناقترح حالي يعني ممكن تكون انه حوالين الافرج اللي هو عنده استعداد انه هو يدفع. وهو مناسب جدا بالمناسبة للوظائف اللي منه عندي تا ساينس. حمسة وعشرين تلاتين يعني في هذا الرينج. وهو فعليا انه متواجد في المنصة على المنصة من الفين وخمسة عاش انفق. يعني مبلغ كتير كويس على المشاريع فبالتالي عنده العقلية التعامل مع الفريلانسر وعنده خبرة في هذا الموضوع. ومعادل التوظيف عنده عالي فبالتالي هادا يعني شغلة كتير انه بيرفكت انه انا نقدم لها ممكن احفظها عشان انا نقدم لها فيما بعد. ها نرجع يعني هذا اللي احنا استعرضنا على منصة الابورك. ممكن انه اشوف منصة الفريلانسر. منصة الفريلانسر انه هاي المشاريع انه بوضح لي انه هذا المشروع تم اضافته قابل 8 دقائق. هذا قابل 12 دقيقة الى اخره الان نشوف هذا المشروع المشروع هذا هاي المهارات المطلوبة بشوفها هي موجودة عندي ولا لا. تمام وهنا هاي المعلومات عن الكلاينت. معلومات عن الكلاينت لو اي فانا ممكن افتح الصفحة. هاي متواجد هو مكانه في الاردن وهو فعليا انه بيشتغل كمستقل وكصاحب مشاريع ومجاله في تصميم الويب. فعليا معدل التوظيف عنده نفس المعلومات. يعني المعلومات اللي احنا ذكرناها في السلايد يعني موجودة في اغلب المنصات. معدل التوظيف عنده 30% تقييمات السابقة ما حدا نقيمه سابقا. تمام. هنا ما بيدي معلومات عن كديش ان هو انفق سابقا. وتاريخ التسجيل في منصة اصلا موجود هو من الالفين وستعاش. هيك بنقدر نحصل على معلومات عن هذا الازبون في منصة مستقل. ممكن ننتقل لمنصة الفريلانسر. أنا بستعرض هنا بعض المشاريع. ممكن نفتح اي مشروع هذا المشروع تمام. تمام بيثون سكريبت. بده يحضر كود من فيرجين 2.7. بده ينقل لفرجين 3 على امازون ويب سيرفيس انفيرومنت. طبعا هذا الكلاينت موجود في اليونيتد ستيتس. في الولايات المتحدة موجود من سنة تقريبا. ويحضره المشروع تسجيل. ويحضره المشروع. تمام؟ ويحضره المشروع. طبعا رقم التلفونه. هذا كلاينت حقيقي لأنه الهاتف نمبر ويحضره. والبروفيل تبعه وكومبيت. والايميل ويحضره. والابيمنت ويحضره. لانه منصة الفريلانسر بتطلب انه يعني هذي كتير شغلات كتير مهمة انه انا اطلع علىها ما بيدي هنا معلومات عن المشاريع اللي انفقها صادقا لكن هذي المعلومات كتير انه هي بتفيدني في اختيار الزبائن انه هذا زبون حقيقي فبالتالي ممكن ان اقدم له انا مرتاح والوظيفة حقيقية لانه فعليا الموجودة في البايثون هي يعني الحاليا انه هي ثلاثة ووصلنا لثلاثة بوينت تسعة فيبدو انه في عنده كود قديم لانه السببورت على ثلاثة بوينت سبعة حيتوقف فبالتالي عدي وظيفة حقية فكتير مهم انه انا اقدم يعني انه كتير انه هي انترستد انه انا اقدم لها فحي بدي اعملها حتى بوك مارك لا الووظيفة هي اوكي ام فهاي ثلاثة منصات ابورك وatti مستقيل و فري لانسر دوت كوم فنرجع اسمت للسلايت ففعليا هي المعلومات اللي فعلا بتساعدني انه انا اتقدم لابروبوزة الاولاد لان بعد ما احدد اوكي هذا المشروع انه مناسب لمهاراتي والزبون مناسب ساعتها بكتب ببروبوزر زي ما تعلمنا في المحاضرة الماضية طبعا التحضير للتقدم بالعرض يعني في بعض الاحيان هذا الكلام بيعتمد على المنصة انه في بعض المنصات بتظهر العروض المقدمة من الكلاينتز التانين زي منصة الفريلانسر دوت كوم المنصات الاخرى ما بقدر اشوف العروض ممكن اشوف استعر اذا كان في عندي ممبرشيب كذلك اخر تواجد للزبون على هذه الوظيفة برضو هادي كتير انه هو انترستد ولا لا عدد اللي اعمل معهم انترفيو قديش انه ابعتنهم انفيتاشن وقديش الان انفيتاشن هذي المعلومات كلها اردي احنا شفناها على منصة الابورك زي ما احنا شفنا هنا تمام انه هذا خلاص يعني هو فعليا انه قدموا له اكتر من خمسة اخر تواجد قبل ثمان ساعات فبالتالي هنا خلاص عمل عقد مع واحد فاللا اذا هو طالب مثلا في بعض الوظائف انه طالب انه هو فعلا يوظف فعليا عمل مقابلة مع اثنين واستعجر واحد منهم فيبدو انه هو مستعجل فهذه المعلومات زي ما شفنا انه هاي الشغلات اللي بتساعدني برضو انه هذي عن البروجيكت نفسه هذي المعلومات الحقوي اللي احنا بنا نشوفها الآن بدي ابدأ التفاوض مع زبون يعني هذا الكلام ممكن يكون في التشات ممكن يكون التفاوض بخصوص السعر ممكن كذلك بمستوى العمل او خلينا نحكي عنه الجودة يعني على سبيل المثال لو كان الشغل المطلوب تصميم شعار الشعار هذا ممكن اعمله بجودة عالية وفي فكرة وفي ابداع وممكن بس مجرد انه ايقونة ونص شو مقدار الجودة اللي انت بالدكية هذي انا ممكن اعمال لك ويب سايت يعني بغطي الحد الادنى وممكن اعمال لك ويب سايت متكامل وبتصميم وشغلات زي هيك شو مستوى الجودة اللي انت بالدكية فهذه انا الشغلات بدي اعرفها من التفاصيل وكذلك انه الجودة هي برضو بتحدد مقدار السعر وكذلك لازم احدد مدة التنفيذ في شغلة كتير مهمة انه ممكن انه احنا نستعين فيها انه في هذا يعني خطرت على بالي الان يعني اللي افترض انه هذي فهنا بحدد له سعر الساعة بحكي له انه اوكي انا ممكن اخد منك ستة وعشرين تمانية وعشرين دولار تمام وهنا فترة تنفيذ المشروع من شهر لثلاث شهور الآن لو كان طالب هذا الكلين طالب المشروع هذا انه يكون بالقطعة او فساعتها انه شو بروح بسوي بروح بقدر الوقت هذا قديش بياخد مني ساعة عمل وبروح بضرب انا حكيت انه والله هذا هياخد مني تلاتين ساعة عمل فبروح ويعني فبكون انه المبلغ تسعمية دولار يعني بهذا الشكل تلاتين دولار في تلاتين ساعة في تسعمية دولار اذا كان هو طالب انه فكست برايس فكيف اقدر الرايس هذا من خلال هاي العملية اللي انا ذكرت لكم اياها يعني عادي برضو بانه هي بتساعد كابر ما انتقل لم نقتل بعدها اوكي مدة تنفيذ زي ما حكينا بدي يكون في عندي امكانية لتقدير الوقت طبعا من شغلي اوكي موضوع الستوري بورد انا في العادة بياخد مني يومين موضوع انه انا اعمل السياس اس او انه اعمل ديزاين للصفحة بياخد مني هالقد فبعمل تقدير حسب البريكداون او حسب الميلستونز اللي انا عملتها و بقدر له الوقت لانه هنا حكيلي من يعني في المشروع هذا من شهر لثلاث شهور فانا بحكي له اوكي انا هاخد يعني تقريبا شهرين ونص شهر ونص شهرين فدي اقدر هذا الوقت انه انا قديش هانجز المشروع طبعا بدي ادي وقت يعني ها مش لقي في الوقت هنحكي لهذا الكلام الان بخصوص التكلفة في السعر يعني انا اردي شرحتها قبل شوية انه بدي احتسب التكلفة الفعلية بالاضافة للارباح التكلفة الفعلية لو فعلا انه انت بكلفك يعني بعض الشغلات متعلقة بيعني انت فيها عندك ثلاث شغلات متعلقة بالسعر تكلفة الفعلية تمام والمجهود والارباح يعني هنا اذا انت احتاجت مواد معينة عشان انه انت تنشز العمل تمام انا والله احتاجت انه انا استأجر سيرفر كذا شغله زي هيك برضو بدي يدخل في التكلفة وهنا بدي المجهود هذا المجهود كذا وبدي يكون انا في عندي هنا هامش للربح انه انا بدي احديده في البعض انه هو بدمج هدول النقطتين مع بعض المجهود مع الربح تمام وفيه انه بيفصلوها لكن بغض النظر انت راح تصل لمرحلة انه اوكي انا ديزاينر الديزاينر انا الريد تبعي كذا وهي يعني زي ما بحقوا كاملة مكملة يعني انكلودد انه فيها المجهود تبعي وانكلودد هامش الربح تبعي وكل الامور هاده فرح تصل لمرحلة انه يكون في عندك انت كفريلانسر ريت لوظائف انت بتقوم فيها وظيفة كذا ريت فيها كذا وظيفة كذا ريت تبعي فيها كذا تمام هنا مقارنة اسعار المنافسين اذا كان في عندك القدرة انه انت تشوف اعلى سعر و اقل سعر و المتوسط تشوف كذلك الموازنة المرسولة زي ما عملت قبل شوية تمام هنا مش راصد موازنة هنا محدد انه ساعات فبالتالي انه بحكي له انه والله هاخد مني هنا 300 او عفا 30 ساعة و 40 ساعة سيكلفك انه اول ريت تبعي 30 دولار فبالتالي سيكون 1200 دولار او ممكن احدد له سعر الساعة و احكي له انه من شهر ل 3 شهور و حسب ما يطلع معي ممكن يطلع معي 40 50 ساعة و كما انه موجودهم فممكن انه يكون انه اضرب هادي في هادي بيطلعنا عندي هادي باحد الشكل كذلك انه مستوى الخدمة المطلوبة ومدى المنافسة زي ما حكيت انه مستوى الجودة المطلوبة انت بدك شعار والسلام ولا بدك شعار في ابداع بدك ويب سايت بقدل حد الادنى ولا بدك ويب سايت متكامل وتصميم فانسي يعني انصح التعبير شو مستوى الجودة اللي انت بدك اياه ممكن واحد ممكن ينفسني على الشغل اللي انا ممكن اقدمها لانه برضو بتدخل في تحديد السعر برضو بمقدار ما دفعه العميل السابق انه هادي برضو شفناها على المنصة يعني على سبيل المثال هذا الكلام دفع 40 الف درار فبالتالي ادفيه عنده استعداد انه هو يدفع كذلك معدل سعر الساعة الذي يدفعه العميل فبالتالي هذا الكلانت انه بدفع بالمعدل 27 دولار للساعة طبعا هذا الكلام دفعه ل 1536 ساعة ساعة عمل اشتغلو له اياها لفريلانسر فهذه كل الشغلات اللي انا ممكن انه انا يعني بتساعدني في تحديد التكلفة طيب الان نيجي لا احتساب المدة الزمنية تمام اول حاجة هنا بعض النصائح طبعا بالاضافة للشغلات اللي احنا ذكرناها سابقا انه هنا بدك تعمل break down للشغل into milestones تمام يعني انا اسجل لك هذا الكلام اقوم بتساعدني احنا اقوم بتحديد النصائح اوكي اعني على سبيل recognized المم مواحد بتاخد منك one week اما اثنين اتخذ من النقوان دي وهكذا هاي النقطة مهم انه انت تسويها تمام هادي شغلة تكنيكل لازم تسويها هادي مش نصائح هادي لازم انه انت تسويها انا في عندي مطلوب مني موبايل امبليكيشن بدي عمل ستوري بورد بدي عمل واير فريم بدي عمل بعدين بدي انفز الشاشات كديش هياخد مني هادي بحاول اني اقدر الوقت لكل واحدة بعد هيك بنيشي هنا للنصائح انه بدك تعطي لنفسك وقت كافي بدك تحسب برضو كذلك وقت التعديلات لو طلب مني وقت وقت التعديلات بدك توازن بين الوقت المطلوب والوقت اللي الذي يمكنك انجازه يعني او يعني الوقت الذي يمكنك اداء مهم به لانه هو اوكي ممكن يكون بده وقت معين وانت يعني انجازك ممكن في وقت معين حاول انه انت توازن بين الشغلتين انه 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 انت ما تتأخر عليه وفي نفس الوقت انه يكون في عندك وقت كافي حاول تتززم بالوقت المحدد وهنا هاي النصيحة كتير مهمة انتبه من اداء الاعمال المتعددة انا فيه اعرف ناس ما بتحكي لا ابدا وهذه مشكلة يعني شوف انت يعني انت بدك تجيس نفسك انا في عندي القدرة للتعامل مع two clients خلاص ال client الثالث انا بدي اتعلم اقول له لا مش فاضي لانه خلاص بس يخلص واحد من الزبونين الموجودين عندي ساعتها انه ممكن ااخد مشروع جديد لكن في ناس ايش بتسوي بيجيها مشروع جديد بتاخد زبون الثالث وتاخد زبون الرابع وتاخد زبون الخامس لا بيشتغل لهذا ولا لهذا ولا لهذا ولا لهذا فببطل انه هو يرد على الرسائل من كدر ما هو مشغول جدا 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 فهذه النقطة يعني رجاء نصيحة تعلم انه انت تقول لا للزبعين انه انا مشغول خلاص خد كفايتك كفاية ثلاث مشاريع اشتغل فيهم ركز فيهم انجزهم وخد غير هيك احسن لك ما انه انت تاخد خمسة يعني انت ممكن تاخد الخمس مشاريع هدول انه انت تاخد ثلاث مشاريع وخلصهم بعدها تاخد اتنين بدل ما انه انت تاخد الخمسة كلهم مع بعض تمام يعني هدول يعني فالطريقة الاولى اللي انا ذكرتلك يعني انه انت تاخد ثلاثة واثنين ممكن انه انت تنجزهم في ظرف شهرين زمن تمام لكن اذا انت اخدت الخمس مشاريع مرة واحدة ممكن تضلك يعني خمس شهور ويدوبك انه انت تنجزهم فليش هيك يعني رجاء انه حاول انه انت تنظم نفسك في هاي النقطة لانه اللي بحكي لك هي من واقع مشاهدات اوكي بخصوص كتابة المقترع هنا غطينا في محاضرة واسهمنا فيه وشوفنا ايش النقاط اللي مفروض انه هي تكون موجودة فيه وحكينا فيه بشكل مفصل الآن نيجي لخط يعني جهزت كل هاي الامور نيجي الآن لتقدم للوظائف طبعا هنا في عندك يعني زر سبمت لبروبوزل التقدم للوظائف سهل جدا يعني انت عندك هنا بتعمل سبمت لبروبوزل بيدي لك هنا مساحة تمام تكتب فيها البروبوزل تبعك بالاضافة للسعر تمام انا محادث الريد تبعي 32 المنصة حتاخد 20% يعني حق ينخسم 6 دولار فحيصفي لي 20 او 25 دولار اوكي هاي الكفر لاتر اللي انا بدي احكي بدي اعم اقدمها ولو كانت انه هي موجودة كملف ديكيومنت او بدي اف ممكن انه ارفقها فهنا في تحذير دو نوت اتاتش يور ريزومي ما ترفق سيرة ذاتية تبعتك اوكي هنا بدك ترفق بس الكفر لاتر او بدك ترفق ملفات ذات علاقة اه فهي طريقة التقدم للمشاريع انه في منصة الابورك في منصة الفريلانسر دوت كوم في عندك هنا زر او هنا تحكي انه البد تبعك انه قديش انه انت بدك تاخد الوظيفة هادي الوظيفة هادي اوكي هعملها ب 140 دولار اوه هنا هيتم تسليم المشروع بعد سبعة ايام اوه هنا اوه طبعا المبلغ انت هتحصله بعد خصم ال 14 دولار فيز ليى 16$ وهنا بتحصله انت لميلستون الاولى ستاخذ عليها هالقط هالقط ميلستون الثاني هالقط هذي مهمة انه انت تعمل هنه تكتب البروبوزل تمام وتختار ثميت اوكي طبعا هذي اوشينا لوبغرات يعني انه سيلت هنا هذا يعني زي كأنه ظرف مخطوم مش هيقدر انه هو يشوفه حدا تاني هذي هيخصم منك عشرة سنت تمام هذه سبونسرد انه في العادة انه سبونسرد بروجيكتس انه عادة انه خمسمية وطمام 18% يعني انه زي المنصة انه بتروح بتعمل ركومنديشن للبروبوزال تبعي اعلى واحد وانه انه في العادة انه الفريلانسر انه هو باخده عفا الكلانت بياخد هذا الفريلانسر بنسبة خمسمية وطمانة عاش في المية يعني نسبة عالية جدا الخيار الثالث انه ممكن انت تدفع دولار زيادة فبالتالي بروح بعمل لك هاي لايت للبروبوزال تبعك فهذه خدمات يعني اوبشنال وبعدها انه بعمل بلايس للبد تبعي بهذا الشكل مستقل اعتقد نفس الكيفية يعني هنا لو بدي اقدم على المشروع هذا مدة التسليمات مقدار العرض وهنا تفاصيل البروبوزال وبهنا بضيف العرض تبعي كل المشيء يعني كل المنصات تقريبا نفس الشيء تمام نرجع هنا ل نفس الواجهة بالضبط تمام الآن هادي بعض الفروقات الموجودة على منصات العمل الحر يعني منصة مستقل بتيح لك عشر وظائف انه تكون مفتوحة في نفس الوقت منصة ابورك بيكون في عندك ستين نقطة شهريا تمام تمام هذا كلام متغير على فكرة لانه المنصات بتحاول انه هي تحط سياسات بحيث انه ما يكونش عند الكلاينت بروبوزال زكتير وهو يكون تايه بناتها فبالتالي بتحاول تحد من هاي الشغلات تمام فبكون عندك زي نقاط انه انت ممكن انه انت تقدم لها كل شهر فبالتالي هنا عشر وظائف شهريا على منصة القورو وهذا الكلام زي ما حقيت لكم انه هو متغير يعني حسب المنصة ممكن تغير هذا الكلام كل فترة وفترة الان نيجي لا نقطة مهمة جدا اللي هي موضوع الاختبارات الاختبارات فعلا بتقول البروفايل طبعك بشكل كتير كبير لانه على سبيل المثال نرجع هنا على هذا المشروع ممكن نقول cancel اوكي طلعني منه بالمرة ممكن يكون على سبيل المثال انه من ضمن الـ Qualification اللي هو حاطها Landing Page Design E-commerce Brand ممكن يكون من ضمن يعني انا اعتقد انا عملته سيف فهو موجود من ضمن الـ Favorite تبعتي هي الـ Sale Jobs لانه هذا المشروع فيه Qualification عشان هيك انا بترجع له ويبدو انه من نحفز او يبدو انه اختفى المشروع اوكي على اي حال هنا لا يوجد عدد المشروع نريد مشروع الثاني هنا تنظر T5 هذا هو المشروع هنا محدد أن العدد المشروع الثاني 80% موجود عندي هنا يوجد العدد المشروع الثاني ويكون المشروع الثاني يكون المشروع الثاني 100$ في أعلى ودي الآن يمكن أن يكون من ضمن المشروع الثاني أنني عديد مثلا امتحان بايثون او امتحان بي اتش بي او امتحان كذا فبالتالي بحطي لي هنا وبحطي لي أنه صح اوكي اشترز هذا الامتحان لأنه الانجليش لفل هنا اعتقد انه مش انه انا مجرد هنا احكي انه انا فلونت لازم ادخل الامتحان لازم انه انا ادخل امتحان فبالتالي الاختبارات كتير مهمة ممكن بعض الجوبس فيها كواليفيكيشن عشان اقدر اتقدم لها لازم انه اخصل هاي كواليفيكيشن عشان هيك الاختبارات يعني ينصح بشدة انه انت تتقدم على هذه الاختبارات الاختبارات هذي ممكن تكون اختبارات في اللغة الانجليزية ممكن تكون اختبارات في تقنية معينة ممكن تكون اختبارات بمهارات استعمال برامج الأوفيس بغض النظر يعني حسب طبيعة شغلك على المنصة طبعا هذا الكلام انه الاختبارات كيف انه انت تدخلها بتروح هنا على التست في هذه القائمة هنا بتروح على الماي اه اوكي ابوارك ريدنس تست فتروح تاخد التست اوكي طبعا في بعض المنصات بتخليك انه انت تدخل الاختبار بشكل مدفوع زي الفريلانسر.com وفي بعضها مجناني زي منصة الابوارك وفي بعضها انه ما بين بين يعني في عندها اختبارات مجانية وفي اختبارات مدفوعة فالفائدة او المزايا من تقدم من الاختبارات اظهار مدى الاحترافية الموجودة لديك في الاختبار كذلك تمييز ملفك الشخصي عند المستقلين او عند الزبائن فبالتالي انه اه بوبوب يحكي لي انه هذا كواليفايد فبالتالي برفع ترتيبي لمن يستعرض الفريلانسر المقدمين لهذه الوظيفة تمام؟ وهنا بتأهلك للتأهل للتقدم للوظائف اللي بتشترط اشياس هذه الاختبارات زي ما شفنا في الامثلة تبعتي وهي كيف انه احنا نتقدم لها اوكي بخصوص انواع العضويات انواع العضويات هنا يعني حسب المنصة في بعض منصات انه فيها فري او البازيك من برشيب انه هي تكون مجانية فيها خدمات محدودة اه لو انا اخدت عضوية يعني افضل ممكن يكون في عندي خدمات اكتر يعني بس هذا الكلام يعني يختلف من شخص لاخر يعني في الابورك انا عندي العضوية تبعتي الفري او البازيك هي مجانية وهي الخيارات الموجودة عندي تمام وهنا العضوية البلاس انا عندي اربعة عشر دولار او خمسة عشر دولار في الشهر وهنا المزايا اللي موجودة عندي بعرفش هذا الكلام تغير ولا لا فممكن انه احنا نشوفه من خلال المزايا نفس الكلام تقريبا هنا خمسة عشر دولار ما تغير شيء يعني من منحقة وضع الكتاب لغاية هذه اللحظة على اي حال هنا في مقارنة بين العضوية المجانية في الابورك والعضوية المدفوعة هذه تقريبا انه بتكلفك خمسة عشر دولار لكل نقطة وهذه بتكلفك اربعة عشر او خمسة عشر دولار في الشهر هنا عدد النقاط التي يتم شراءها هذه النقاط المتاحة شهريا هنا بتدي لك سبعين نقطة انت بتنزلك هنا حماية الوظائف في الساعة مثل المبلغ الثابت موجودة هذه الميزة هنا وهنا هنا الممبرشيب تدي لك امكانية لحفظ حماية ملفك الشخصي انه يصير برايفت بعد فترة هذه مش موجودة في البيزيك ممبرشيب كذلك امكانية اخفاء المكاسب المالية طبعا للناس اللي بتخاف من الحسد يعني اقول لك انه اه اوكي انا عندي ايرنك كثير كويسة فبالتالي بده اروح للعضوية المجانية عشان اخفيها عشان ما يبعدش الناس تطلع عليها قديش انه نكسبت هاي هاي مش موجودة في العضوية البيزيك مع انه قاعد الشغلة انه تضو حدين يعني لما ناجي انا هتطلع على فريلانسر انه قديش مقدار الاموال اللي هو كسبها على المنصة فبالتالي هاته بيديني مؤشر انه كتير كتير شغال كويس على المنصة ماينما لو اخفيت انا ببيكون في عندي انا بحكي ككلاينت انا ببيكون في عندي انطباع انه هذا فريلانسر متمرس كسب كتير على المنصة او لا يعني اه هنا هادي ميزة ممكن تكون مفيدة جدا انه انت تظهر معلومات مالية عن المنافسين زي متوسط العروض العرض الاعلى العرض الاقل زي ما احنا شفنا هذي موجودة في البلاس ممبرشيب مش موجودة في البيزيك انا كذلك انه في عندك امكانية تخصيص الرابط لبروفايل تبعك يعني بدل ما انه هو يكون عبارة عن اي دي او شغلة زي هيك البروفايل البروفايل فبالتالي هاد هذا الائدي بدل ما انه انه يكون زي هيك ارقام انه ممكن انه انه انت اتخصصه عندك بهذا الشكل اوكي طيب طرق استلام الاموال فيه طرق عديدة لاستلام الاموال ممكن انه تستخدم البيبال ممكن تستخدم التحويلات البنكية يعني هاي حساب البيبال في في المعمل تم شرح هذا الاشي بالتفصيل كيف انه انت يعني تستخدم البيبال وتربطه في البطاقة البنكية الفلسطينية وكذلك في عندك بطاقة بيونير حيتم شرح فيديو لالها ان شاء الله فيه طريقة الحوالة البنكية اللي هي الواير ترانسفير واللي انا في وجهة نظري وبعنى هذا الكلام ما فيه صح وغلط يعني فيه ناس انه يودا تستلم الاموال تباحة اول باول فيه ناس انه اكي ممكن انه هي تنتظر وتستنى لما تجمع وتعمل حوالة بنكية اللي هي في وجهة نظري انه اعتقد انه على المدى البعيد وعلى المبارغ الكبيرة هي افضل طريقة انه انت تستخدمها انه انت تستخدمها وهي الواير ترانسفير وممكن على فكرة بالمناسبة تحط الايبان تبعك لحساب التوفير وبتصل عليه الحوالة لو انت يعني واعتقد حساب التوفير متاح انه تتعمله في العديد من البنوك الفلسطينية فبالتالي بتاخد الايبان تبعه وتضيفه هنا طبعا مطلوب منك انه تضيف معلومات للسوفت كود كيف تجيب للسوفت كود للبنوك كل فلسطينية هاي ومن خلال هذا السايت الان نيجي لاخر نقطة في هاي المحاضرة وهي متعلقة بتجنب الخداع والاحتيال وهذا الشغلة موجودة كثير يعني عادة عن الكلاينتس اللي بحطوا وظائف وما بوظف وحدا في ناس انه هي بيعني انه ممكن تستغل منصة العمل الحر عشان تحتال على الناس وهذه قصة الاحتيال اكيد مرت عليكم سابقا انه بيجي حدا بتصل عليك او سواء على تليفونك او بيبعث لك ايميل بيقولك انه انه في فلان الفلاني توفى توفاه الله وهو اوصى انه يدي لك كل الفلوس تبعتك تبعته عفوا واحنا يعني انا المحامي تبعه انا مكلف انه انا اوصل لك الفلوس هادي كلها وعشان انه شو اسمه بديك تديني معلوماتك فانت اوكي بتروح تديله معلوماتك وبعد هيك بيقولك اوكي عشان نعمل الحوالة البنكية في رسوم لازم انت تدفعها فبتروح تدفع الرسوم وما بيصير ولا شيء يعني فبالتالي هو بيحتال عليك في الرسوم اللي هو طلبها فعليا انه هو خدعك وستدرجك وفي ناس كتيرة بتشتغل على منصات العمل الحر بهذه الكيفية بتيجي بتطرح انه بتحكي انه والله احنا بدنا فول ستاك تيفيلوبر اوكي بتروح بتجدني وبعملوا لك انتروفيو في الانتروفيو يعني بتكون كول انتروفيو انصح التعبير يعني كيف حالك ايش اخبارك انت شو اشتغلت قبل هيك اكمل سؤال عادي وخلاص وبعد هيك بقولك انه اوكي انت يعني كنت واحنا اخترناك وبدنا نكمل الاجراءات ايش هي الاجراءات احنا بدنا اياك يعني بنفعش انه انت تشتغل على اللابتوب تبعك بدنا اياك تشتغل على اللابتوب تبع الشركة وعشان انه انه انت تشتغل على اللابتوب تبع الشركة وعشان انه يعني نتاكد انه انت بدك تحافظ على الجهاز ففي بدك تدفع الرسوم يعني زي كانه ضمانة للجهاز اللابتوب هذا اللي بدك تستخدم وبتقولهم اوكي ما في مانع اطلاقا فبتروح انه انت بتتحمس ويبتدفع الضمانة لستخدام اللابتوب وبعد هيك لن يحدث اي شيء ولن يتصلوا فيك ولا يعني يتواصلوا معاك بالمرة فقدت بتكون أكلة المجلب فالخداع والاحتيال موجود بشكل كتير كبير وحاول انه انت تتجنب وقدر الامكان بحيث انه انت تشوف المعلومات عن الكلينت وما تخلي اي حدا يستدرجك في كتير من الوظائف الوهمية المعروضة في المنصة في عمليات خداع متعلقة بالشراء والدفع وفي مواقع عمل حر وهمية ومقلدة فممكن انه يصير في عندك يعني يستدرجوك على هذه المنصات او ممكن يكون في عندك عملية سرقة وانتحال الهوية وفي بالمناسبة في ناس انه بتحاول انه هي تستدرجك انه تتعملهم الشغل خارج المنصة وبعد ما انت تعملهم الشغل خلاص ما بتعرف عليك ولا بدي لك اتعابك وبيكون انت يعني خارج المنصة ما في حدا يحميك ما في حدا ما في طريقة انه انت يعني تقدر انه انت تحصل اموالك فعشان هيك في كتير اوكي يعني مثلا في في يعني طريقة خداع مرت علي في data entry انه بطلب منك انه انت تعمل ادخال البيانات تمام بوكل لك ادخال البيانات لا بدك تشتل على المنصة طبعتنا في ادخال البيانات فهو فعلا بدي لك ويبسايت بقول لك الصورة الرقم اللي في الصورة هذا بدي ايك تكتب لي وتبدأ انت تعمل تعبي 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 وفعليا ما فيش contract انت عامله عن منصة الابورك لا ما تقبل اي شغل بدون ما تعمل contract طيب هذه ملاحظات عامة لتجنب الخداع والاحتيال يعني هذه بشكل عام يعني اي حدا بطلب منك معلومات شخصية حساسة مثل رقم البطاقة الاقتمانية او الحساب البنكي لا تتعمل معها لانه احتمال كبير انه يكون فيها احتيال هاي الشغلة اي زبون بطلب منك بشكل مسبق انه انت تدفع قبل ما انه انت تاخد العقد او قبل ما انه انت تقي وظفك او مقابل استخدام لابتوب او مقابل اي شغلة فبالتالي او فتح حساب او عضوية في موقع معين ففي الغالب هذا احتيال عادة الزمائن ما بطلبوا هذه الشغلات فبالتالي اي زبون بطلب منك هاي الشغلة انه بشكل مسبق انه انت تسويها قبل ما انت تسوي الشغل انت بتكون متحمس انه انت نفسك انه انت تحصل وظيفة ففعليا هو فخ بيقع فيه الكثيرين للأسف يعني هنا انه انه عدم موجود اي ردود او تصنيفات على صفحة العميل مع الاختباعين الاعتبار اذا كان عميل جديد وهذا الشغل انه احنا استعرضناها انه انت بتكتشوف انه زبون جديد ولا زبون موجود سابقا على المنصة قديش معدل الرد على الرسائل تبعته كل هاي الامور ممكن انه هي تساعدك انه تقول انه هذا محتال او مش محتال او ممكن يكون حصل على تقييم سلبي من مستقلين اخرين فبرضو هذه بتدي لك انطباع انه اوكي فيه فريلانسر اشتغلونه ومدلهم حقهم فبالتالي قيمه سيئ طبعا هذا الكلام الخلاف وارد لكن ممكن يكون مع فريلانسر اثنين فريلانسر يعني من اذا كان هو فعلا مشتغل ثلاثين وظيفة او خمستعشر وظيفة لكن اذا كان معظم الفريلانسر اشتغل معهم سيئين فبالتالي لا تقبل اي حدا انه التقييم اقل من اربعة ثلاثة ونص ماكسيموم يعني اجل من هيك لا يعني لازم انه يكون التقييم طبع لزمون يعني من ثلاثة ونص حتى ثلاثة ونص كتير جليل فعني انه مش كتير مقتنع فيها لك خمسة على اي اتحاد يعني هذا الامر برجع للك يعني اوكي يعني ممكن اقول انه اربعة اكتر امانا هادي هادي انه هنا بستدرجك خالق هادي النقطة الخامسة انه طلب العميد منك ان تقوم بالعمل قبل ان يقوم بتوظيفك قبل ما يعمل لك الكنتراكت وفي ناس انه بيجي بحكي لك تقلقش من خلال على الكنتراكت حمل لك والله والله هاعمل لك الكنتراكت بس يشتغلي كذا عفوا يعني اعمل الكنتراكت وبشتغلي يعني او عيش الكنتراكت انت بدأتك اللي بدك تعمله ففعلا في ناس بتماطل وبتحكي لك انه اوكي حمل لك كنتراكت بس يسوي لي بس يعمل لي ما تقبل اي شغل وما تتحمس انه انت خاصة في بداياتك انه انت تاخد اي شغل لانه نفسك انه بس انه هيك تاخد اول وظيفة بدون ما لزبون انه هو يعمل لك كنتراكت الكنتراكت هو الكنتراكت هو مش البروبوزل ولا التشات لا في يعني انه انه انت فعليا بتحصل على يعني بيصير في كنتراكت بينك وبينه وبتدأ عملية الدفع بين لزبون والكلاين هذا كلام شرحنا في محاضرة سابقة طبعا هنا في نصائح مهمة للعمل الحرع بالانترنت هذه نصائح عامة يعني نصح بالتخصص وعدم التشتيت هذه احنا نصحناها سابقا بناء السماء او العلامة التجارية الشخصية هذه كتير انه انت بدك تسعالها بحيث انه انت يعني فعلا انه تاخد مشاريع على المنصة وخاصة في بدايتك في ناس انه اوكي ممكن انه هو زبون انه يكون واثق منه وتعامل معه قبل هيك لكن انه في بدايتك كويس انه انت تحط المشروع عندك على الابورك وبعد هيك يعني لما انه انه انت تستكفي ساعتها ممكن تاخد الزبائن خارج المنصة اذا كان بدك يعني بالمناسبة اذا انت عملت مع نفس الكلاينت على المنصة بتكون نسبة العمولة اللي بتاخدها المنصة اقلب كتير هذه برضو كتير كويسة انه انت برضو تضلك محافظ على المنصة انه انه كل المشاريع تبعتها كتكون من خلال المنصة احرج على الاعلى وموجود ثقة معه وملائك بناء ملف شخصي متكامل هذه اسرحناها سابقا كن مثابرا اشتراك في عدة منصات التسويق التسويق هنجي له في محاضرة مناصلة العمل ضمن فريق والله يعني هذا ممكن انت في مرحلة متقدمة انه انت تي يجي وتشتغل ضمن فريق او فعليا ممكن انه ايه هاي الشغلة كتير مهمة انه ممكن فعليا انه انت تكون كفريلانسر مبتدئ انه انت تشوف زملاك واصحابك اذا مع بعض ممكن تشكله ايجنسي ويكون في حدا منكم انه هو عنده شغل ويوزع عليكم وتشتغله في فريق واحد يشتغل في التصميم واحد يشتغل في الباك انت ممكن هي تكون بداية كتير قوية يعني الان بعد ما تطبيق كل ما سبق وعملت كل المطلوب منك وما حصلت على وظائف لا تي اس راجع ملفك الشخصي ممكن انت بحاجة لاعادة كتابة النبدة التعريفية انا انا شخصيا بعيد كتابة النبدة التعريفية تبعتي من فترة لفترة تانية يعني انا بعد فترة بشعر انه هي لا مش كتير قوية فبروح بغير فيها فبرضه انت ممكن انه انت تغير في النبدة التعريفية تبعاتك او ممكن تتغير مسماك الوظيفي او ممكن بدك صورة اكتر احترافية حسن من العروض اللي انت بتكتبها حاول انه يكون انت اكتر اقنع ممكن تبرز مهراتك بشكل اكتر ممكن تحسن معرض على اعمالك يعني برضو كذلك ممكن انه اذا تقيم الوظائف اللي تقدمت لها ممكن الوظائف اللي تقدمت لها انه مش مناسبة يعني لقلك او انه ممكن تكون في يعني وظائف مناسبة اكتر وانت ما تقدمت لها او ممكن يكونوا اصلا اصحاب الوظائف هده ما قام بتوزيف احد فبالتالي انت ما دايك نفسك من هذا الموضوع لانه هما بيكونوا من النوع اللي بترح وظائف ووظفوش حاول تطوير قدراتك وتخصصك في او تعلم مهارة جديدة يعني بكون في عندك الوقت متاح وان شاء الله يعني بتكون الامور تفتح اقربنا بتتح عليك فى الاخير وي ولكن لا تستسلم وواصل عملك حرا وان شاء الله ربنا بوفكك وهكذا نخلصنا هذا الباب ونراكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية ويعطيكم العافية